قررت محكمة في العاصمة الليبية طرابلس تأجيل محاكمة الساعد القدافي نجل معمر القدافي إلى السادس من كانون الأول ديسمبر المقبل بعد جلسة جديدة اليوم استمرت لدقائق ويحاكم الساعد بتهمة القتل والمشاركة في القمع الداني لثورة عام 2011 وكانت محكمة في طرابلس قد حكمت في تموز يوليو على سيف الإسلام النجل الآخر لمعمر القدافي ومسؤولين في النظام السابق بالإعدام بالرصاص بينما حكمت على مسؤولين آخرين بالسجن